بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً من الكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الفول البلدي أهلاً وسهلاً بحضراتكم النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن التسميد في الفول البلدي معروف أن دايماً ما بنهتمش بالتسميد العضوي بالنسبة للفول البلدي ممكن في الأراضي الجديدة ولكن في الأراضي الأديمة أعتقد أن محدش يعني بحط سماد عضوي في الأراضي الجديدة أو الصحراوية اللي ممكن تشتغل ريب الطنقيد ممكن يتزرع فيها الفول البلدي طبعاً محدش بيزرع فول البلدي في ريب الرش لأن ريب الرش طبعاً في الآخر هيبهدل لنا القرون وهي بتنشف في الآخر ممكن يعمل فاق عفان وعشان كده دايماً بتزرع ري طنقيد تمام؟ واحد هيقول لنا بروي رش انت حرب أنا ما شفتش بصراحة وبرو منقول لحضرتك يا ري تكمل الفيديو للآخر عشان الأمور تبقى واضحة ومتاخدش المعلومة تكون معلومة سطحية أول حاجة نتكلم عليها هي التسميد المعدني وزي ما احنا عارفين التسميد المعدني بيجتمل على العناصر الكبرى والعناصر الصغرى تمام؟ بالنسبة للعناصر الصغرى كمّل الفيديو للآخر بالنسبة للعناصر الكبرى فيه ثلاث عناصر فيهم بيعتبروا المؤسسين للنبات وهم التسميد الفوسفاتي الفوسفور الـ NPK يعني الفوسفور والنتروجين والبوتاسيوم تمام؟ أول حاجة بالنسبة للتسميد اللي ناخد الفوسفاتي الأول عشان هو بيتضاف في الخدمة الأربية إما أنك أنت بتضيف الفوسفور طبعا كل حاجة بالاعتدال يعني ما فيش مغالاة في أن أنا نحط كمية فوسفور عالية فبتعمل لي مشكلة أن هي ممكن توقف لي حال الزنك والحديد والنحاس أو أن أنا أقصر فيها وبالتالي الأمور عندك نقص الفوسفور رح يعمل لي مشاكل بالنسبة للجزور وبالنسبة حتى لعملية التزهير وحتى في الحبوب نفسها لأن القرون أو الحبوب بتاعت البقليات بالذات بتاخد كمية كبيرة أو تزيح كمية كبيرة من عنصر الفوسفوت الموجود في الطربة تمام؟ طيب بالنسبة للإضافة بتاعته إما أنك تضيفها قبل أنك تضيف التسميد الفوسفاتي قبل الزراعة أو تضيفه قبل العزق الأولى ويقريت التسميد الفوسفاتي لو أنت زرع رز مثلا والأرض بتلاقيها بتبقى زروف الأرض لما زرع رز بتبقى فيها أرض كده يعني مكبوسة أو مضغوطة أو مبلطة بمعنى الفلاحي خلص المصري فبع أول عزقة ممكن قبل العزق بترش السبر فوسفات بتاعك ومع العزق طبعا بتبدأ تعمله خلط مع التربة وحزارة من أي سماد إن كان يتعرض لأشعة الشمس أو العوامل البقية إن كان ضوء ولا أحرارة ولا حتى إن كان الرياح تمام؟ لأن كل العوامل دي بتأدي إن السماد بيفقد كثير من الأهمية بتاعته مهما كان نوعه يعني تمام؟ معدل الإضافة بالنسبة للفوسفات أو الفوسفور طبعا بنحطه في صورة سوبر فوسفات الكالسوم الأحادي تمام؟ طبعا إحنا ما عندناش داب لو فيه داب في حد غير مصر عنده داب مثلا ممكن نضيفه عادي مفيش مشكلة معدل الإضافة ممكن حضرتك من 150 لحد 200 كيلو جرام للفدان مفيش أي مشكلة خالص في القصة تهي تمام؟ خد بالك بنقص الفوسفور دايما بيكون معاه الورقة اللي لونها قرمزي أو لونها بنفسي جدية وخصوصا في الرز بيظهر قوي نقص العنصر الفوسفور بالنسبة لي العنصر الثاني هو عنصر البوتاسيوم وفي الأراضي الأديمة طبعا بيكون الأراضي فيها مستوى عالي من البوتاسيوم زي أراضي الدلتة أو الأراضي الأديمة بواجه عام وممكن لو هتسمت كمية بسيطة 25 كيلو مثلا للفدان بوتاسيوم محبب ممكن تخلطهم برضو في العزق التانية للفول أو إنك إنت لو استغنيت يعني أعتقد الناس كلها ما بتسمتش بوتاسيوم ولكن ممكن ترش رشتين بوتاسيوم كويس رش ورقي أثناء التزهير وأثناء مرحلة العقد ودي طبعا بيبقى لها تأثير كويس وأهم شيء ما تروحش لإيه تجيب من شركة تحت السلم أهم شيء الشركة اللي انت تجيب منها تكون محترمة والبوتاسيوم السيل بتاعها محترم تمام؟ بالنسبة للتسميد الأزوتي معروف تسبونه بخار المية وإن نسبة النتروجين في الهواء تقريبا بتساوي أربع تخماس حجم الهواء تقريبا تسعة سبعين في المية نتروجين فربنا جعل الفول ده هو ونحصل بقلية لأهمية كبيرة جدا في أن هي بتسبت الأزوتي الجوي ده هو على أساس أن يكون بتروح تجيب بكتيريا من معهد البحوث سواء أنت من كفر الشيخ هتلاقي في ستس أو في سخة هتلاقي في سخة في كفر الشيخ أو ستس أو بات تيم أو المحطة ديات بتاعت مركز البحوث هتروح تقول لهم عايزين بكتيريا للفول البلدي بتديك كس البكتيريا بتاخد البكتيريا بتاعتك بتاخد البكتيريا بتاعتك وبتحاول تخلطها بالتقاوي بحس أنك بتجيب شوية عسل أسود أو صمغة أو حتى شوية سكر تمام بتدوب سكر معقود كده وبتدوب فيه تحطه على التقاوي بحيث أن السكر أو العسل أو الصمغ الهدف منه أنه هو يلزأ البكتيريا اللي حضرتك بتجيبها ديات يلزأها لك على التقاوي تمام لما بتلقح بالبكتيريا البكتيريا ديات لما بتنجح فليها القدرة أن هي تسبت لك الأزود الجوي على أساس أنك بس ممكن في الأول بتضيف جرعة نشطية كده 25 ل 50 كيلو في مراحل الأولى من الإنبات بعدها الفول بيبقى ظروفه الحمد لله هتكون كويسة معك بإذن الله حاجة مهمة بس لما يريت لما تحط البكتيريا يريت الري يبقى بعدها مباشرة بعد الزراعة مباشرة وإنك إنت لما تلقح بالبكتيريا يريت يكون التقاوي حطينها في مكان مظلل ما يكونش في الشمس عشان ما تموتش البكتيريا دهي تمام بالنسبة بعد كده للعناصر الصغرى اللي بتشتمل على رأسهم الحديد والمانجنيز والزنك دول حضرتك ممكن يترشوا أنا ما بفضلش بصراحة يعني الرشة الأولى ممكن بعد خمسة واربعين يوم من الزراعة وطبعا كل أسبوعين المفروض بنرش رش تمام يعني بنرش تلت رشات الرشة الأولى عند أربعين لخمسة واربعين ويوم الرشة الثانية بعدها بأسبوعين والرشة التالتة بعد الرشة التانية بأسبوعين وكده أمورك بتكون كويس طبعا يا جماعة بالنسبة لعناصر الصغرى احنا بنفضل بصراحة انا شخصيا ان هي ان احنا الرشاها ما نضيفهاش للطربة تلاما في صورة ميسرة اهم شيء ان هي تكون مقصصة للرشا اقول لك بقى اليدتها واليدها اسأل المهندس اللي موجود عندك عشان يقدر يحدد لك النوعية اللي عنده ايه وان هي تنفع للرشا او تنفع لي ان هي تضاف في جزور النبات تمام ولو عنده ضمير طبعا اكيد هيقول لك على الصحفي بالنسبة للري في الفول البلدي المفروض على يعني زي اي نبات كان المفروض يبقى فيه اعتدال في الري فلا الري الغزير هينفع مع الفول اكيد هيخنق الجدر تحت والتنفس هيبقى وحش للجزور وهتلاقي النبات لونه اصفر و زي ما بقوله يعني كده هتلاقي لونه اصفر و اه متقزم في الارض ولا يصلح ان هو اساسا يكون فول تمام والعطش برضو هيعمل لي نفس الطريقة لان لو حصل فيه خلل فيه عملية الري اكيد النبات بيسرع بيعمل عملية اسرع في النطج وبالتالي البزور نفسها ما بيبقاش فيها نطج كويس والحجم بتاع البزور اوزناه بيبقى صغير جدا اه طبعا لو طبعا معروف ان محصول الفول اصلا الاقتصادي منه الجزء الاقتصادي منه هو القرون والحبوب تمام لو كان فيه مشكلة في الحبوب اذا انك يعني كاينك يوزد مغازيت اساسا نتيجة انك عطشت النبات بتاعك وبالتالي حجم القرون هيبقى صغير وحجم الثمار كمان او البزور اسف هتكون صغيرة وهتكون تلفى وحتى ما تنفعش لأي حاجة تمام وزي ما قلنا برضو عملية الري الغزير هيعمل اسفرار في النبات وتقزم برضو وان هيرجع النبات بنفس القصة برضو فالاعتدال كويس وخير الامور الوسط يعني تمام في الاراضي الاديمة عادة بيروى الفولي البلدي من 35 ل40 يوم من الزراعة دي الري الاولى على حسب برضو النوعية الارض اللي انت فيها بعد كده بيروى الري التانية مع نهاية التزهير وبداية عقد القرون ممكن يخلص على كده لو نزل شوية مطر ولا حاجة ومنرويش تاني ولو للأسف الشديد يعني لو الامور بقى ما نزلش مطر وكده ممكن نحتاج رية تالتة وممكن ما نحتاجهاش برضو على حسب الارض بتاعتك وظروف النبات تمام اما بالنسبة طبعا للاراضي الرملية اللي هي ما بتحتفظ بالمية فممكن كل من سبع لعشر ايام بنروي رية على حسب برضو طبيعة الارض ولا ينصح اطلاقا يا جماعة ان احنا زي الامح بالظبط ان احنا نروي الفول خلال التزهير يعني لا ينصح برأي الفول خلال التزهير او عند اشتداد سرعة الرياح دي اكيد فيها مشكلة او حتى في وقت ارتفاع درجات الحرارة ما بنأيتش خالص ان احنا نروي الفول لان ده من شأنه العوامل دي كلها ان هي تعمل لتساقط البراعم الزهرية وطبعا ما اعتقدت انه درجة الحرارة اساسا بتعلى الا في اواخر الا في اواخر عمر النبات يعني تمام لحد كده تعرفنا على التسميد والري في الفول البلدي وان شاء الله باذن الله تعالى بنعمل حلقة لمكافحة الحشايش والمكافحة اللقافات الحشرية شكرا لحضرتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته